انت برضو علشان تبقى انت بسامع شوب انت عملت حاجة اخدت كورسات برضو مثلا اتعلمت كنت بتعمل بتدور الجديد ولا انت بطبيعة وجودك داخل عيلة متخصصة في التجميل فانت خلاص بالفطرة بقى عندك ده لا طبعا هو الموضوع اي شغل لازم يقف فيه اوب ديت علشان يبقى يبقى انجح مفاش تبضل يوقف عند حاجة معينة انا اشتغلت معهم لفترة وبعد كده مفصلت عنهم ابتدت تشتغل لوحدي يعني لو انا كنت ما مفصلتش واشتغلت لوحدي ما كانش هيبقى في اسم انا بتاعي لوحدي فطبعا الاب بيت والمذاكرة وان انا بشوف ايه الحاجات الجديدة اللي مفروض تتعامل ايه الماتيري الجديد المفروض يستخدم في حاجة انا بشتغل بيها هنتكلم عليها قدام شوية اللي هي الايربروز دي حاجة جديدة انا بشتغل بيها من اربع سنين مثلا فطبعا لازم لوحدي يفضل يذاكر في المجال انا بحب المجال ده فلازم اذاكر وحاول اطوره وحاول ابقى احسن فيه مفيش حد ابدا بينجح في اي مجال ايا كان الا ما بيكون بيحب الحاجة اللي بيعملها ايه اكتر حاجة حاببتك في مجال التجميل وايه اكتر حاجة صعبة قبلتها في التجميل انا بحب الالوان بحب الرسم ففكرتي ان انا مثلا بحب اعمل حاجة ليها هدف كمان انا اشتغلت في السينما واشتغلت في قناة فضائية اخر حاجة اشتغلت في العرائس العرائس انا بحب فكرة ان انا بعمل مكياج لعروسة ان ده يوم مهم لأي بنت فانا بس عيدها ان هي يطلع شكلها حلو وشكلها زي ما هي متخيلة في يوم مهمة في حياتها وهي مش بتنسى ده فبحس ان دي حاجة ليها هدف حاجة ليها قيمة كبيرة دايما مش بحب اغير شكل الناس بحب ان انا اعمل مكياج بتاعي بالزبط اداري ديفولة وموجود لو في منطقة جمال احاول ابرزها اكتر ما خبيهاش بالالوان كيف ناس بتغير ملامح انا بحبش ده ابدا بحبش يبقى الشخص بيبص لنفسه المرة يعرف ان مش هو بحس ان ده بياخد من ثقاتها يعني في نفسها لما هي لما بتحس ان هي شبهها بالشكلها حلو هي ثقاتها بتعلى في نفسها اكتر فبحس ان ده احلى طب اكتر حاجة صعبة عدت عليك يعني اي مجال ليه علاقة بالمرأة مش سهل ابدا التعامل فيه لان المرأة ككائن يعني مش سهل خالص التعامل معيها الحقيقة بالعكس والله هو لو دايما انا بتكلم مع اي حد اي كلاينت مثلا سواء عروسة او كان كلاينت عادي بتكلم معها في الاول هي انتي بتحبي ايه الفاصيل اللي انتي بتحبيها بتشوفي نفسك ازاي بحاول اقتبس من نظرتها لنفسها هي بتحبي شوف نفسها ازاي وبعمل ميكس ما بين اللي هي بتقوله ده وبين الكلام المزبوط كتكنيك فبيطلع حاجة كويسة بالعكس الحاجة مش صعبة بس في الاول قبل ما يبقى ليه ستايل مثلا او الناس تعرف ان انا مشهور بطاتش معين كان ده بيبقى شوية اللي فيه الصعوبة بقى اللي هو انا بيجي لي الناس اللي عايزة كده وعايزة كده ايه فدايما كنا بنغبط في بعض انا بدلوقتي الناس اللي بيجي لي هي عارفين هي جاية البسام علشان يعمل لها كذا فما فيش مجال للغبطة او حاجة